قام سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي جلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران أمس بجولة زار خلالها عددا من الشركات المشاركة في المعرض في النسخة السادسة ومرور عشر سنوات هذا وطلع سموه على أحدث العروض للطائرات العسكرية والمدنية وجهزة الملاحة الجوية والأنظمة الجديدة المتطورة في عالم الطيران والخدمات المساندة والترويج كما زر سموه عددا من مكاتب العروض والشركات والمؤسسات المساندة في المعرض وتقدم سمو الشيخ عبدالله بن حمد بالشكر والتقدير إلى كافة الدعمين والمنظمين والقائمين على التنظيم وظهره بالشكل الراقي ليحقق مزيدا من التمييز في كل نسخة مثمنا الجهود والطاقات البشرية التي سخرت كافة الامكانيات للالتزام بموعد الافتتاح وتقديم المساعدة للمشاركين والضيوف والوفود المشاركة وزوار المعرض التي تعبر عن ما وصلت إليه مملكة البحرين من نهضة تنموية وحضارية وتحقيق النجاحات الكبيرة في كافة المجالات ومنها إقامة المعارض الدولية خاصة في مجال صناعة الطيران والأبحاث والتكنولوجيا والفضاء التي تسهم في رفع اسم مملكة البحرين عاليا ويعزز النمو الاقتصادي الوطنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر